اشتركوا في القناة والفرق بين الداخلية والخارجية تابعونا ولا تنسوا الاشتراك في قناة وتفعيل زر الجرس كي يصلكم كل جديد اولا الفرق بين تحويل الداخلي والخارجي هو ان التحويل الداخلي يكون في داخل الجامعة الموجه اليها بمعنى اخر من تخصص الى تخصص اخر مثلا انت بعثوك الجامعة المسيلة وحبيت تدير ادب من ادب الى حقوق فذلك هو تحويل الداخلي اما تحويل الخارجي فهو من جامعة إلى جامعة مثلا سجلت بجامعة بورج بورا ريج وأردت تحويل الجامعة لمسيلة فذلك هو التحويل الخارجي موقع التحويلات الجامعية واللي رح نخليكم في صندوق الوصف أسفل هذا الفيديو سيفتتح من حدود 9 إلى 13 أوت حيث يمكنك تسجيل طلب تحويلك الداخلي أو الخارجي كما سبق وشرحنا عبر الأرضية الرقمية المخصصة لدراسات الحالات الخاصة من طرف مؤسسات تعليم العالي يعني التحويل الجامعي يكون عبر الموقع فقط ما هي بيانات الدخول لموقع تحويلات الجامعية 2022؟ يعني كيفاش رح تدخل للموقع تحويلات؟ هي بسيطة جدا تستعمل نفس المعلومات السابقة استخدم رقم التسجيل في البكالوريا وكلمة المرور وهذا تابعك إلى حتى دخولك الجامعي ما هي مبررات أو ما هو مبرر التحويل الجامعي؟ مبرر التحويل هو أي وثيقة تبرر سبب طلب تحويلك من جامع الأخرى أو من تخصص لآخر يعني لماذا ستغير الجامعة أو لماذا ستغير التخصص؟ ويكون عادة المبرر الذي يتم قبوله في تحويلات خارجية هو بطاقة إقامة أو عقد زواج أما في التحويلات الداخلية فيرفق بملف تحويله طلب خطي يشرح فيه أسباب طلب تحويله بدقة حتى يتم قبوله خاصة الحاصلين على بكالوريا قبل 2022 أما عن ملف التحويل الجامعي فهو يعني ملف بسيط جدا شهادة التحويل التي تستخرج من الموقع كشف نقاط البكالوريا الأصلي صورتين شمسيتين حقوق تسجيل عشرين نلف يعني مئتين دينار تسلم للطالب بعد انتهاء تسجيله النهائي شهادة تسجيل وبطاقة العمل أو بطاقة الطالب أقول هذا بمجرد قبول طلب تحويلك فيجب عليك القيام بطباعة شهادة التحويل الذي من شأنها تسمح لك بتسجيل في الجامعة أو الكلية التي طلبت التحويل إليها لحظة مهمة للناجحين بعد الإعلان عن نتائج التوجيه إجباري عليك التسجيل بالجامعة الموجه إليها يعني يوجهك لأي جامعة ولازم تسجل فيها إذا أردت تحويل ضرورة الحصول على شهادة التسجيل يعني لازم تسجل في الجامعة إذا أردت التحويل تتحصل على شهادة التسجيل التي تحول بها سواء هذا للطالب الجدد أو القدامة أما عن الرزنامة المتبقية سنخليكم فيديو لشارح الرزنامة في صندوق الوصف أسفل هذا الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس كي يصلكم كل جديد وبتوفيق للجامعة